كيف تقرأ بهذه الزيادة المضطردة بنسبة الجرائم؟ تدان تحية لكم ومشاهدي قناة التغيير طيلة السنوات السابقة تقريباً الـ 40-50 سنة السابقة العراق مر بظروف عدم استقرار من ناحية الأمنية والسياسية فنحن لم نزرعنا حتى نحصد مرنا بكروبات حياة مختلفة لم تكن هناك التفاتات حقيقية لبناء المجتمع والبحث بقضايا المجتمع وكيف نبني المجتمع بالشكل الصحيح حالياً نحن بالعراق تقريباً 44 مليون في عام 2050 رح نتجاوز الـ 80 مليون النمو السكاني مع ارتفاع نسب التسرب المدرسي بين 30 إلى 35% عندنا 11 مليون أمي عندنا معدلات البطالة توصل إلى 11-18% وارتفاع معدلات خط الفقر ومع تحت خط الفقر فبالتالي من المتوقع أنه نشهد هكذا جرائم مع انتشار آفة المخدرات فبدأنا أنه للأسف نألف أنه قضايا الجرائم أنه قتل الأب إلى أبناء وقتل الإبن إلى الأب وجرائم مروعة لم يكن العراق أو المجتمع العراقي يشهدها سابقاً بسبب غياب الحلول الحقيقية بسبب غياب أساليب الضبط الاجتماعي بالنهاية المجتمع يحتاج إلى راعي يحتاج مثل ما أنا أربي ابني لا بد من المجتمع هناك جهات معينة تربي المجتمع أساليب الضبط الاجتماعي من يقوم بهذا الدور أستاذ أحمد؟ المؤسسات الرسمية هي التي تمتلك الأدوات أنا بالتالي الفرد من يخرج من سيطرتي من المدرسة يذهب إلى الشارع فأنا لا أتوقع أن هذا لربما يكون إنسان ناجح لذلك حالياً نحن عندنا اكتظاظ في السجون بمعنى أن الفرد بدل ما يكون هو نافع على نفسه ولا أسرته ولا المجتمع يجي عندنا في السجن ننفق عليه أموال نخصصها نثرية وبالتالي حتى من الناحية الاقتصادية هي بيهدر للأموال زاداً قضايا الارتفاع الجريم ويعتبر مؤشر خطير على الأسرة العراقية أو العالة العراقية وحتى الفرد اشتركوا في القناة